تمارين إطالة أو تسليك أو زلق الأعصاب التقنية المعروفة باسم Neural Mobilization هي تطبيق لعلم الديناميكا العصبية Neurodynamics وهو علم يدرس الجهاز العصبي ويهدف إلى تحفيزه بالتمارين العلاجية في الحلقة السابقة شرحت كيفية تطبيق هذه التقنية لعلاج ألم أعصاب الدراعين رابط الحلقة في صندوق الوصف وفي أول تعليق في هذه الحلقة ستابع التمارين لإطالة وتسليك الأعصاب الرئيسية لعلاج ألم الأرجل Lower Limp Neural Mobilization السلام عليكم أنا الدكتور فعاليس عرب وإذا أنت جديد معنا ياريت ما تبخل بالاشتراك بقناة سكون ميد للتشجيع على الاستمرار بشرح كيفية تغضيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي وأعطي هذا الفيديو لك لمزيدنا هذا المحتوى ويلا نبدأ قبل ما نبدأ بالتمارين حنراجع الإرشادات الأساسية قد لا تستطيع إجراء كامل الحركة عند بدء التمارين قد تكون مؤلمة وقد تضاعف الألم أو قد تكشف لك ألم لم تكن تعاني منه مسبقا الحل أولا لا تقلق هذه التمارين آمنة إذا شعرت بألم حاد توقف وحاول في وقت آخر ولا تيأس بالمحاولة وابدأ بالتدرج بشدة التمارين ولا تستعجل بتكرار التمارين حتى ولو شعرت بالتحسن السريع لأن الجسم يحتاج وقت حتى يتكيف مع الإطالة لكي لا تسبب إصابة أخرى للأعصاب وأخيرا أثناء القيام بالتمارين حاول إبقاء عضلاتك مسترخية عن طريق أخذ أنفاس طويلة وعميقة تمام؟ خلينا الآن نشوف طريقة عمل التمارين التمرين الأول شايتك نيرف موباليزيشن في هذا التمرين سنقوم بإطالة وتحريك العصب الوركي المسبب الرئيسي لآلام خلف الرجل في حالة عرق النسى والإنزلاق الغضروفي القطني يتفرع العصب من الضفيرة القطنية العجزية لمبوساكرا البلكسز ويغذي معظم عضلات الأرجل القابضة وضعية التمرين اجلس على كرسي بدون سن الظهر مد الركبة والكاحل باستقامة للأمام وحده بالظهر والرقبة قدر الإمكان للأمام القيام بالتمرين يتم على مرحلتين الأولى هي تحريك أو تسليك العصب قم برفع مشت القدم باتجاهك بالتزامن مع حني الرقبة للخلف ثم عد لنقطة البداية بهذه الطريقة كرر هذه الحركة 10 إلى 15 مرة فقط في اليوم الواحد أما المرحلة الثانية هي إطالة العصب تتم برفع مشت القدم وحد بالرقبة للأمام بهذا الشكل حتى تشعر بشد على مسار العصب استمر بالشد 15 ثانية ثم عد لنقطة البداية وبهذا ينتهي التمرين الأول التمرين الثاني في هذا التمرين سنقوم بتحريك وإطالة العصب الفخدي هذا العصب هو المسبب الرئيسي بآلام الفخد والساق من الأمام يتفرع من الضفيرة القطنية لمبر بليكسز ويغدي جميع عضلات الفخد الأمامية الباسطة وضعية التمرين تمدد على البطن ورفع الصدر والرقبة لأعلى بهذا الشكل المرحلة الأولى تسليك العصب اثني الركبة ومد مشت القدم باستقامة ثم احني الرقبة للأمام معا بشكل متزامن بهذا الشكل ثم عد لنقطة البداية كرر هذه الحركة 10 إلى 15 مرة فقط في اليوم الواحد المرحلة الثانية إطالة العصب اثني الركبة ومد مشت القدم باستقامة بالتزامن مع حني الرقبة للخلف حتى تشعر بشد على مسار العصب واستمر بالشد 15 ثانية ثم عد لنقطة البداية وبهذا ينتهي التمرين أخيرا يجب أن تعلم أن هذه التمرين هي تمارين مساعدة ويجب إضافتها لبرنامج إعادة تأهيل إصابة المفاصل للجزء السفلي من الجسم مثل حالات التهاب الحوض وعرق النسى والانزلاق الغضروفي وخاصة بعد جراحة العمود الفقري القطني سترى نتائج إيجابية في خلال 4 إلى 6 أسابيع في معظم الحالات بإذن الله أخبرني بنتائج التمرين في التعليقات والي هنا خلص قلامي لهذه الحلقة لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد على اليوتيوب وتابعني على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه اشتركوا في القناة